انتظمت الدراسة في جامعة سمنود التي تضم ست كليات تكنولوجية جديدة انشأت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية لازمة للقطة الفنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتقدم الجامعة سلسة برامج دراسية تقدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها وتشمل تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي وتكنولوجيا الملابس الجاهزة ويعد هذا العام هو أول عام دراسي بجامعة سمنود تكنولوجية وأوضح رئيس الجامعة الدكتور منتصر دويدار أن الجامعة تقدم أهم الخدمات التعليمية للطلاب في سلسة برامج التي تتواجد داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة